خلينا نروح بعد الوقت للامية مرة تانية ونرجع لها ونعرف منها أخبار الرياضية إيه بقى في مصر والعالم كله شكرا لك بسانت مشاهدينة بصبح عليكم وبرحب بكم مرة تانية وأهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية صفحة رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت اختيار ثنائي مروان عطية لاعب الأهلي ومحمد ريدا بوبو لاعب فيوتر المنطق المؤخرا لنادي بيراميتز كأفضل ثنائي في خط الوسط عن الموسم المنقضي للدبر 2022-2023 وده بناء على اختيارات الجمهور مسؤوله النادي الأهلي نجح في استخراج تأشيرة إمام عشور لاعب وسط الفريق الأحمر والخاصة بالسفر للنمسا من أجل الانتظام في معسكر فريق الخارجي في بداية التحضير للموسم الجديد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري استهل ودياته بالفوز على ديرفي بنتيجة 4-2 وده في إطار استعدادات سيد البلد لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز البنك الأهلي فاز على وادي دجلة بنتيجة 1-0 في المباراة الودية اللي جمعت الفرقين مبارح وكمان شاهدت المباراة ظهور عدد كبير من اللاعب الشباب دفع بيهم بابا فسالو المدير الفني للبنك الأهلي تجهزهم في المرحلة المقبلة نادي بيرمز أعلن تجديد تعاقد الجوكر أحمد فتح ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تعاقده بنهاية الموسم الماضي النادي الأهلي قرر تعيينه من زكريا نجم الفريق الأسبق مساعد لوليد سليمان مدير قطاع الناشئين في النادي خلال الفترة المقبلة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي الأول للرجال بقيادة مديره الفني الأسباني ديفيد ديفز فاز على نادي سولجا بطل البوسنة والهرسك بنتيجة 50 مقبل 26 في الثالث مواجهات بطولة الأبطال الدولية اللي بيخضها الفريق بالبوسنة والهرسك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد لدوري المحترفين فريق كرة اليد بالنادي زمالك خسر أمام الفريق العربي الكويتي بنتيجة 33 مقبل 32 في الثاني مواجهاته بالبطولة العربية واللي بتقام بالسعودية والمؤهلة لكأس العالم الأندية سوبر كلوب نادي فاسكو الداجاما البرازيلي أعلن تعاقده مع النجم الفرنسي المخدر دمتري بايه بعقدة حتى 2025 في الصفقة مجانية بعد نهاية عقده مع نادي السابق مرساليا الفرنسي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء أفضل 3 مرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا لعام 2022-2023 وضمت القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في عام 2023 في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل من جوزيبا جوارديولا وسيمون إنزاجي وليوتشانو سبالتي كمان أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسماء أفضل 3 مرشحين لجائزة أفضل لعب في أوروبا لعام 2022-2023 وضمت قائمة المرشحين الثلاثة كيفين دي برين وإيرينج هالند وليونال ماسي